موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة نركز وإياكم على ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات سياسية وعسكرية تشهدها اليمن نبدأ من أخبار موقع تغير نت جاء فيه صحيفة أمريكية تنشر تقريرا سريا عن خطة سعودية لاجتياح صنعاء وتحرك يقوده صالح لإنقاذ المدينة وإحياء العملية السياسية إلى عاصمة صنعاء أيضا الحوثيون يعينون قيادات جديدة لجامعة صنعاء أما في محافظة دمار ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات ضد المواطنين في قبيلة الحدا من العنوين التي جاءت تفاصيل الغارة الجوية التي نفذها طيران التحالف مستهدفا الجدار الذي أقامته الميليشيا على طريق الضباب غرب تعز وجاء في الخبر أفادت مصادر في المقاومة الشعبية أن طيران التحالف استهدف جدارا حديديا استحدثه الحوثيون غرب تعز لقطع الطريق بين منطقة الضباب والمدينة وأوضحت المصادر أن الطيران استهدف الجدار الجديد الذي أنشأه الحوثيون بنقطة الهناجر بغارتين إلى ذلك قتل تسعة وثلاثون من عناصر ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في مواجهة عنيفة اندلعت بمختلف الجبهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكذا في قصف الطيران لمواقع الميليشيا في مناطق متفرقة في تعز إلى موقع مصدر أونلاين نطالع عددا من الأخبار والعنوين الهامة مقتل سبعة وإصابة سبعة عشر من المدنيين في قصف للحوثيين على أحياء تعز إلى محافظة إب مقتل وإصابة خمسة عشر مسلحا حوثيا في هجوم للمقاومة في يريم شمال محافظة إب عنوان الموقع أيضا غارات للتحالف العربي تستهدف تعزيزات للحوثيين شرق صنع عنوين أخرى من الموقع وهي تفاصيل سقوط قتلى وجرح من الميليشيا في معارك عسيلان في شبوى شرق البلاد جاء في الخبر قال مصدر ميداني بأن 24 مسلحا حوثيا من قوات صالح قتلوا وأصيب آخرون في تجدد المعارك بين رجال المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين في مدريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوى جنوب شرق اليمن بحسب المصدر فإن المعارك دارت في جبال الصفراء وجبال فلقوم ومواقع عسكرية أخرى وخلالها قطع المقاومون طريقة إمدادات الحوثيين وقوات صالح وسيطروا على المنطقة اسمها النقاش تابع الموقع أيضا في الخبر قصفت مدفعية دبابات المقاومة وقذائف المداثع مواقع المسلح الجماعة في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية الرصاصة في مواجهة العدسة تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقالا عن موقع عفوا همدان العلي مقالا في موقع مصدر أونلاين وقال العلي يمعن الحوثي في إرهابنا ويحث ميليشياته لاستهدافنا علنا هل اعتبار أننا خطيرون وأخطر من المحاربين والصواريخ؟ كما قال ذات خطاب قالها قائد الميليشيا في أخطر عملية استهداف ضد صحفيين والإعلاميين في اليمن ويشهد عليها العالم أجمع ويعد ذلك الحديث لعبد الملك الحوثي تحريضا صريحا وإعازا لمسلحيه على قتل وقمع الصحفيين وهو من يتحمل المسؤولية القانونية قبل غيره ينفذ المسلحون التابعون للحوثي ما وجههم به على الواقع وها هم الزملاء يسقطون شهداء ويسفك دمهم تباعا ويغيب آخرون في زنازين الحوثي منذ شهور أضف إلى ذلك المصير المجحف الذي لحق بالغالبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين ما بين التشرد والتهجير داخل اليمن وخارجه والإقامة الجبرية والصمت مقابل الحياة الكاميرا تنقل الحقيقة وتوثق ما يحدث ولأنها كذلك يستهدف الحوثي حاملها بالرصاص والقلم يوثق الشهادات ويكتب للعالم وللتاريخ ماذا يحدث في البعيد وينال ذات المصير الصحفي يجعل من العتمة ضياءا ومن الحدث خبرا وصورة وصوتا وإشارة ليمنح الإنسان حقه في الحصول على المعلومة والمجرم يناسبه الظلام ويتسلل في العتمة ليمارس هواياته بعيدا عن الرأي العام وحين لم يجد مجالا لذلك مع وجود الشعود وأدواتهم الذكية عدسة ومسجلة وقلم وأنه لا يمكن للحقيقة أن تضيع وتختفي بوجود السلطة الرابعة وأبطالها الفدائيين يعود ليوجه ميليشياته بتوجيه الرصاص نحو المصورين والإعلاميين والصحفيين وقتلهم نتحول إلى موقع الموقع ونقرأ فيه الأخبار التي وردت في صفحته الرئيسية عميد كلية التربية في جامعة إب يستقيل من منصبه احتجاجا على ممارسات ميليشيا الحوثي والمخلوع ونقل الموقع عن رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي لا يمكن لأية قوة سياسية مهما كانت أن تنفرد بالساحة اليمنية بحسب هواها في موضوع آخر استشهاد مواطن وإصابة آخر بانفجار لغم زرعته الميليشيا في حريب مارب في الشأن السياسي ركز الموقع على تفاصيل خبر إعلان هدنة في اليمن خلال شهر إبريل القادم يقول الموقع قال مسؤول كبير في الحكومة إن الكويت سوف تستضيف محادثات سلام بهدف إنهاء الحرب في اليمن في السابع عشر من إبريل الجاري وأوضح المسؤول لوكالة رويترز أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار سيصاحب محادثة السلام ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من لقاء الرئيس هادي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن بعد لقاء منفصلين بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لإطلاعهما على شروط جماعة الحوثي وحزب المخلوع صالح للدخول في جولة جديدة من المحادثات نذهب إلى موقع نيوز يامن نستعرض أهم ما جاء فيه من تطورات الفريق الأحمر يبلغ ولد الشيخ بخروقات الحوثي وصالح للتهدئة ويطالب الأمم المتحدة بفرض مزيد من الضغوط لتطبيق قراراتها ركز الموقع على تفاصيل خبر تصريحات الرئيس هادي عن المخلوع وميليشيا الحوثي وقال الموقع أكد الرئيس هادي أن جماعة الحوثي صالح لا يمتلكون مشروعا وطنيا ومستمرون في وضع العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام وقال هادي خلال لقائه في الرياض بالسفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون الشعب اليمني يتعرض اليوم لانتهاكات جسيمة وأعمال تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقوانين حقوق الإنسان الدولية من قبل الميليشيا الإنقلابية التي لا تفرق بين صغير وكبير ولا تملك مشروعا وطنيا بل إنها تنضي في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وفي إشعال الفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب اليمني خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن الأمن والاستقرار جدد هادي تأكيد حرصه على إيقاف العمليات العسكرية وعلى إنهاء الحثي وصالح لإنقلابهم ولإستئناف العملية السياسية من حيث توقفت بناء على المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي إثنين وعشرين ستة عشر أضاف الرئيس هادي نحن دعاة سلام ونمد أيدينا دائما للسلام والوئام الدائم في اليمن والمرتكز على قرارة الشرعية الدولية وذهبنا إلى مشاورات جينيف واحد واثنين بغية الوصول إلى حل سياسي ينهي عمليات الإنقلاب والمآسي التي خلفتها عمليات الإنقلاب على شعبنا اليمني لكن الطرف الآخر يتعمد مرارا وضع العرقيل واستمرارهم في عملياتهم الإجرامية المتمثلة في اقتحام المدن وفي قصف الأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها وفي إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة إلى موقع الصحوانات نطالع فيه أبرز الأخبار ائتلاف الإغاثة الإنسانية يستكمل توزيع أدوية أول قافلة تصل تعز نقل الموقع أيضا عن مركز الإعلام الاقتصادي قرار خفض سعر الريال يشرعن سعر السوق السوداء كما نقل الموقع أيضا عن لسان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قال نعمل لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي أيضا عنوان آخر من الموقع وهي تفاصيل خبر إدانة اليمن للتفجير الإرهابي الذي استهدف مطار بروكسل في بلجيكا يقول الموقع عبرت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مطار بروكسل الدولي ومحطة القطارات في العاصمة البلجيكية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الجمهورية اليمنية وهي تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والعقائد السماوية كافة تؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة البلجيكية الصديقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف والتي كانت اليمن وما تزال من أوائل الدول التي تعاني منه أضف الموقع ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من التعاون والتنصيق وإلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار كافة دول العالم نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع يمن ونترجاء فيه مسؤولة في حكومة الأطفال اليمنية تشيد بتسليم المقاومة طفلا كان يقاتل مع الحوثيين لأسرته ونقل الموقع عن لسان الخبير الاقتصادي مصطفى النصر خفض سعر الريال اليمني يكشف عجزا كبيرا للإحتياطي في موضوع آخر نقل الموقع عن مصادر قبلية الحوثيون نقل عشرات المعتقلين من صنعاء إلى ريمة ويتعرضون للتعذيب ركز الموقع على تفاصيل خبر تصريحات أمريكا واستهداف معسكر يتبع القاعدة في حضرموت يقول الموقع قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البانتغون بيتر كوك إن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية على معسكر لتنظيم القاعدة في اليمن ما أدى إلى مقتل العشرات وأضاف كوك إن المعسكر يقع في منطقة جبلية في اليمن ويتردد عليه نحو سبعين إرهابيا من القاعدة إلى ذلك كان شهود عيان قد قالوا ليمن مونيتر إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في غارات جوية استهدفت معسكرا لتنظيم القاعدة في منطقة بروم غرب مدينة المكلة مركز محافظة حضرموت شرقية اليمن وأن عددا من سيارات الإسعاف اتجهت من مدينة المكلة إلى مكان الحادث وبهذا نكون قد انتهينا من جولة الصحافة اليمنية وقبل أن ننتقل إلى الصحافة العربية نذهب إلى فاصل القصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام نصحبكم الآن في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من القدس العربي وصفت شروط ميليشيا الحوثي والمخلوع للحوار بالتعجيزية عنوانة القدس الحوثيون وصالح يضعون شروطا تعجيزية تودي بمحادثات بمباحثات السلام المرتقبة قالت مصادر يمنية للصحيفة إن المتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع الصالح وضعوا شروطا تعجيزية للبشاركة في الجولة المقبلة من مباحثات السلام مع الحكومة اليمنية والتي دفعت مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى مغادرة صنعاء فجأة دون نتائج ملموسة تضيف القدس طرح ممثل جماعة الحوثي ومسؤول حزب صالح شروطا تضمنت الوقفة الكاملة للغرات الجوية لقوة التحالف العربي على المواقع الحوثية ومعسكرات صالح وأوضحت المصادر للقدس العربي أن طرح هذه الشروط المجحفة مقابل مشاركتهم في الجولة المقبلة من محادثات السلام جاء محاولة منهم للهروب من مطالبتهم بالإفراج المسبق عن كبار المعتقلين من القادة العسكريين والسياسيين والإعلاميين المحتجزين في معتقلات سرية لدى جماعة الحوثي تقول القدس في الوقت الذي كانت فيه جميع الأطراف تتطلع إلى أن يختتم ويلد الشيخ زيارته إلى صنعاء بنتائج إيجابية تدفع بمحادثات السلام نحو الأمام وإذا به يخرج بخفاي حنين ويعود بشروط ثقيلة أكثر مما كان متوقعا تعيد جهود الوساطة الأممية إلى المربع الأول إلى صحيفة الاتحاد التي تابعت الأوضاع في عدن علقت زعيم القاعدة في عدن ضابط شرطة سابق موال للمخلوع قالت الصحيفة كشف مصدر مسؤول في الشرطة طالبا التكتم على اسمه أن زعيما ما يعرف بانتمائه لتنظيم القاعدة في المدينة كان يتخذ من حي المنصورة مقرا له أكد المصدر أن الزعيم الإرهابي تخرج من كلية الشرطة في عام 2004 وعين في شرطة عدن البحث الجنائي قسم كافحة المخدرات وكان مقربا من أحد أبرز القادة الموالي للمخلوع الصالح في عدن وعن مواجهة المنصورة التي قادها المذكور قال المصدر حاولت شرطة عدن حاولت التخاطب معه لسحب عناصره من مقر المجلس المحلي في المنصورة تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين دون جدوى وعند اقتراب شرطة عدن من تنفيذ حملة أمنية لتطهير حي المنصورة من القاعدة فر نحو حضرموت حيث توجد أغلب عناصر القاعدة وترك مجموعة من عناصره في المدينة اليمن يغادر الخريف تحت هذا العنوان كتبت عضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون ابتسام الكتبي مقالا في صحيفة البيان وقالت الكتبي خاطب أحدهم مناصره قائلا سنحج العام القادم إلى مكة بأسلحتنا وتبجح آخرون بتهديدات وادعاءات شتى كرس الإنقلابيون تصنيفا جديدا لليمنيين من وقف إلى جانبهم فهو يمني حر وكل من يعارضهم هو داعشي وتكفيري يجب القضاء عليه أرادوا فرض عصبياتهم المذهبية والسلالية بقوة السلاح على كل الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه وكانت التنظيمات الإرهابية في اليمن هي الرابح الأكبر من هذا التصنيف فاليمنيون العزل الذين أرادوا الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم المحلية لم يكن أمامهم سوى الاختيار بين شرين إما الخضوع للغزاة القادمين من الشمال أو الاتجاء لهذه التنظيمات الإرهابية لحمايتهم فالحكومة اليمنية عجزت عن المواجهة وغادرت البلاد تحت قصف طيران الإنقلابيين لكن الشعوب دائما تفاجئون بقدرتها على قلب السيناريوهات فقد قرر عدد من أبناء اليمن عدم القبول بأي من الشرين حملوا ما تيسر في أيديهم وذهبوا إلى المقاومة سندتهم بعض القوى والقبائل المحلية وانحز إلى جانبهم معظم من بقي خارج السلطة الإنقلابيين من قيادات الجيش اليمني وأفراده في ربيع العام التالي وتحديدا في السادس والعشرين من مارس 2015 جاء الرد العربي اضطربت حسابات الإنقلابيين وأخفقت تقديرات الراعي الإقليمي للفوضى ودخلت قياداته السياسية والعسكرية في جدل عقيم حول أسباب إخفاق أجهزته الأمنية في تقدير ردة الفعل العربية أو توقع المعركة صحيفة عكاظ ننتقل إليها السعودية قالت في أحدى صفحاتها أربعة آلاف وثمانمائة وخمسون حالة انتهاك لعصابات الحوثي تقول الصحيفة نقلا عن تقرير أعده مركز صنعاء الحقوقي أن أربعة آلاف وثمانمائة وخمسين حالة انتهاك بينها ثلاثة وتسعون حادثة للقتل العمد للمدنيين وليس مقاتلين بينهم امرأتان وأكثر من ألف ومائتين وواحد وثمانين جريحا برصاص الحوثيين أو بمضادات الطيران وألف وسبعمائة وخمس وعشرون حادثة اختطاف قتل حادثة اختطاف قتل أربعة منهم تحت التعذيب أشار التقرير إلى أن مصير معظم المختطفين مجهول بينهم مزراء في الحكومة اليمنية وقادة سياسيون وعسكريون جرى اختطافهم على مدار العام المنصر ويوجد ثلاثة عشر صحفيا يتعرضون للتعذيب في أحد السجون المتمردين في العصيمة صنعاء أفد التقرير بأن عدد الاعتداءات على المسيرات المطالبة بوقف الانتهاكات في صنعاء أكثر من مائتين وثلاثة اعتداءات وجرى اختطاف العشرات من وسط المظاهرات وتعرض المئات للضرب والاختطاف المؤقت في أقسام الشرطة قال التقرير إنه جرى تفجير قرية بكميلها وتسمى الجنادب في مدرية أرحب شمالية صنعاء وتم اقتحام ثلاثمائة وأربعين منشأة حكومية وخاصة وتعرضت مئة وثمانون للنهب واقتحم الحوثيون ثلاثمائة وتسعة وعشرين منزلا من منازل خصومهم بحثا عن معارضين لهم لاختطافهم إلى صحيفة الخليج عنونت في إحدى عنوينها الرئيسية اقتراب الشرعية من صنعاء يحفز الانتفاضة ضد الانقلابيين تقول الصحيفة فرض اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة من العاصمة اليمنية تحولات دراماتيكية طارئة في مواقف قبائل المناطق المحيطة بصنعاء التي اضطر العديد منها إلى التعاطي مع التغيرات المباغتة في موازين القوى عاقب اجتياح الحوثيين للمناطق القبلية التي تمثل الحزام القبلي للعاصمة التي تمثل الحزام القبلي للعاصمة إما بإظهار بعض التأييد أو بتقديم دعم متفاوت للمتمردين التزام الحياد والنائي عن الانحياز لأي طرف واعتبر العقيد نصر عبد الكريم الرجمي أحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني في جبهة نهم أن مبادرة الكثير من القبائل المحيطة في صنعاء إلى إعلان الدعم وإلى التأييد للجيش الوطني والمقاومة عبر عن حالة من الاحتقان والصخط أوصات القبائل جراء ممارسات الحوثيين وأشار إلى أن العديد من القبائل سارعت إلى الانخراط ضمن المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني من خلال تعزيز صفوفها بالكثير من المقاتلين وهو ما يكشف عن رغبة حقيقية في المشاركة في إنهاء الانقلاب وفي استعادة الدولة ودحر الانقلابيين واعتبر عبد الرحمن المصعبي وهو باحث متخصص في دراسة تعقيدات البنية القبلية في اليمن الحوثيون استغلوا تحالفهم الطارئ مع المخلوع صالح ليكرسوا أدوات الدولة التي قاموا بنهبها لممارسة نوع من الإرهاب لتطويع القبلية إلى صحيفة البيان أوردت العديد من العناوين المتعلقة بالشأن اليمني وبينها بحح يؤكد على أهمية تعزيز الألوية العسكرية في تعز قالت الصحيفة أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحح على أهمية تعزيز الألوية العسكرية في محافظة تعز ودعم التحرير لكافة المدن للمحافظة مشيدا بالدور البطولي لأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الانتصارات التي يحققونها في مختلف المواقع والجبهات تضيف البيان بحح نقش في اجتماع آليات الانتقال إلى العمل المؤسسي في إطار وزارة الدفاع المتقدمة والمنطقة الرابعة وأكد على أهمية تعزيز الألوية العسكرية في محافظة تعز وعلى دعمها لتحرير كافة مدن المحافظة من عنوين الصحيفة أيضا الشرعية تدحر الميليشيات من أطراف شبوة عنوان آخر الكويت تنفي القيام بوساطة بين السعودية وإيران البحث عن العقل العربي تحت هذا العنوان كتب أحمد فرحات مقالا في العرب الجديد وقال فرحات إذا كانت الأمم شرقا وغربا تظل تتطلع إلى كيفية صوق حضورها المتجدد في هذا العالم بالاستناد إلى مواقعها ومصالحها واستراتيجياتها فإننا نحن العرب لا نملك حتى القدرة على متابعة مشهد انهيارنا المريع خصوصا على مدى السنوات الخمس الفائتة التي شهدت انطلاقة وانفجار مصطلح على تسميتها ثوارات الربيع العربي فما يجري في الجغرافية العربية المتوترة اليوم والخارطة السياسية العربية الأكثر توترا وتمزقا يكاد يحطم آخر دفاعاتنا الأقلية ويرمينا كل يوم في انصعاق وفقدان اتجاه وتجديد عجز وبؤس ومع أن كثرة كثرة من مفكرين ومثقفين أشرت وتؤشر إلى الكوارث منذ سنوات طويلة وحذرت وتحذر من الأفدح منها حتى اللحظة فإن سبيل الانهيارات بل الجائحات العربية مستمرة وتكاد العين لا تقوى على رصده لفرط تسارع وتائره وإنه لمثير فعلا أن لا نتعلم نحن العرب ولو من تجربة هزيمة واحدة انهكتنا وبأثرت مجتمعاتنا وأوطاننا شر بأثرة على العكس نجد أن أغلب خطاباتنا السياسية يعاود أصحابها الثرثرة إياها وباللغة الميتة إياها منذ عقود طويلة ولا يقوم هؤلاء حتى ولو بتعديل طفيف على غرورهم الحلزوني المفرط والمؤسس بشراسة على الخواء وصيانة هذا الخواء أيضا فكرنا السياسي فكرنا الإسراتيجي في معظمه إذن فكر مسبق وبأحكام مسبقة ذات رطانة منفرة وغير مسؤولة وأخشى ما نخشاه أن يأتي يوم وقد أتى بالفعل تستحيل فيه مجتمعاتنا برمتها مجتمعات مقفرة خوية من أي إحساس بالمسؤولية السياسية والاجتماعية والقومية والتاريخية المصيرية من جهة أخرى وعلى المستوى العالمي انهار كما نلحظ أيضا النظام الأخلاقي العتيد للسياسة الدولية العتيدة أو على الأصح بات في يد قلة تعبث وعلى هواها بمقدرات الإنسانية وإنجازاتها المؤسسية إلى هنا تنتهي المقالات وتبدأ الرسومات أترككم مع مجموعة مميزة من رسوم الكاركاتور مشاهدة ممتعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة